استقبل قداسة البابا فرانسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء الحركة الدولية للطلاب الكاثوليك وبعد الترحيب بهم صلت قداسته الضوء على المسيرة السنودسية للكنيسة وأهمية الاحتفال بالسنة المقدسة 2025 مشيرا إلى أنها مناسبة مميزة للتجدد الشخصي والغنى الروحي في اتحاد مع الكنيسة كلها وأضاف إنه يقدر التزامهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المتكاملة وشجع الأبو الأقدس الشباب على أن يكونوا رواد ثورة المحبة والخدمة من خلال العمل لبناء عالم أكثر رحمة وتناظما وأخوة كما حثهم على الانتباه لصوت الروح القدس لأننا مدعوون دائما إلى اتحاد أكثر عمقا مع الرب يسوع